اهلا بكم يا رب تكونوا بخير النهار ده هنتعلم وحدة الكروشي الوحدة ديت وحدة ورد بسيطة جدا هنستخدمها في الكروشي الايرلندي نقدر نخليها الوحدة هكده وممكن ندمج وحدتين فوق بعض من الورد بحيث تبقى برزة بس هنتعلم النهار ده الشكل ده شكل بسيط وان شاء الله هيعلمكم اول حاجة هبتدي ان انا اعمل عقدة البداية وهبتدي اشتغل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة حمسة ستة وهبتدي ان انا اسيب عقدة البداية وهدخل في اول سلسلة واقفلهم مع بعض كده بمنزل هبتدي ارتفاع تلات سلاسل يعني ادي واحد اتنين تلاتة وهعمل غرزة لفة بعمود واحدة برضو كمان لفة بعمود اتنين هبتدي اعمل عشر سلاسل يعني واحد اتنين تلاتة اربعة فمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهعمل لفة بعمود كده مرة تاني واحدة برضو بلفة بعمود هاعملها كمان تالت مرة بعد كده هرتفع بعشر سلاسل تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لفة بعمود ادخل ادخل امود ادخل امود اتنين اتنين تلاتة وهبتدي ارتفع عشر سليسل كده تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لفة بعمود وادخل تلات تلات اعمدة واحد اتنين تلاتة ارتفع عشر سليسل كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لفة بعمود وهدخل تلات اعمدة واحد اتنين تلاتة ما بيبقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة مرات عملتهم هاجي في خمس واحدة اعمل عشر سليسل او ارتفع عشر سليسل كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اظن الموضوع بسيطة طيب انا هنا في البداية خالص ارتفعت الثلاث سليسل هيجي عند السلسلة الثالثة وهقفل بمونزلقة تمام طيب هعمل ايه بعد كده عشان اكمل بقية اه الدور اه انا عندي هنا تلات اعمدة انو فروض يعني ادي تلات سليسل ارتفعت بيهم ودي عمود اه اه التاني تاني واحد بالزبط هبتدي ادخل فيه غرزة حشو وهبتدي ارتفع هنا تمن تمن غرز حشو يعني ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هرتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهبتدي اعمل بقى الجزء التاني ده هعمله سبعة مش تمانين يعني غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بقى نعملها فين هنعملها في العمود التاني اللي هو في المرس يعني هدخل هنا اعمل غرزة حشو وبعدين هكمل شغلية عادي يعني هعمل تمانية جديد في الجزء الجديد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 تمانية ستة ستة ليسها ارتفع بتلات سليسل وهعمل سبعة ورز حشو. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وهاجي للعمود بلفة الف ونص. ادخل التماني. انا هكمل. للنهاية وهنشوف هنقفل شغلنا زي. يعني انا عملت اتنين هعمل التلاتة البقية ونشوف اخر الشغل اللي احنا بنقفله زي. اه كده انا بس اختصارا للوقت عملت الاجزاء ديت في اخر جزئية. هرتفع برضو اه تلات سلاسم. وهكمل غرز اه الحشو اللي هم السبعة. في الناحية التانية. مع لشان ببين الاضاءة على اجل مقدر. هدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. حمسة. سبعة. وهيجي هنا في السلسلة دية. ابتدي اعمل منزلقة عشان اقفل شغل. تلاتة. ودود الشكل النهائي بتاعها يا ربي تكون عجبكم. ولو في اي حاجة في شرح يريد تكتبوه لك في التعليقات. مع السلام.